هذه الحلقة في ظل تداخل هذه الارتباطات الكثيرة المهمة يكفي أن يكون لها عنوان واحد وبدأت رحلة الألف ميل الكروية رحلة الألف ميل الكروية أفريقياً شايفها بدأت طب إحنا خلال 24 يوم يا أستاذ إبراهيم هتلعب كم ماتش هتسافر كم مرة هتتحرك مش إحنا بس ده الكرة المصرية لكن إحنا بالذات علينا هذا العبق بقاله كم سنة لأنه كمان جاي من ارتباط كبير وكنت جاي من ارتباط كبير وكنت مكمل موسمين وربعة بالطريقة دي فالذين عندهشون من كثرة الإسابات والإرهاق والإنهاك يقول لك أنت لسه ابتديت هتيجي تقول لي جاد هو اللي جاد أصلي تراكمي أنت مش مجهد عشان الموسم ابتدى هو ابتدى فوق أنه مستمر فالحقيقة أستاذ إبراهيم لما حنستعرض جدولي الأهلي وربما معظم الأندية المصرية المشاركة في أفريقيا في هذه المرحلة بتتعرض لهذا ولكن مش عارفين حل الموضوع ده إزاي طيب مش عايزين نقب في الخية أو نقع في الخية زي كل سنة إن احنا نيجي في فترة ما نلاقي فيه ارتباطات كتيرة نلاقي فيه تدخل في المباريات يغيب عننا التركيز يغيب عننا دعم ومساندة الفريق نبدأ نخسر نقاط وبعد كده نبدأ نحتحاسب متأخر لا خلينا من دلوقتي نقول لحضراتكم عشان كل واحد يقوم بدوره ما تريد أنك عندك كلمة نتحاسب ده أستاذ برأي أنا عايز بس الجماهير والنقاط يدركوا موقف النادي الأهل عشان القصوة المبالغ فيها مع كل بارسة هستعرض ده بعد مواعيد المباريات ونشوف كل واحد يجلس فيه كرسيه علشان يساند الأهل ازاي أو يقوم بدوره الأهل يا بشواندس في خلال 24 يوم بالزبط يعني من 22 فبراير من بكرة الأهل مع المقاصة لغاية 18 مارس الأهل مع المريخ السوداني دول 24 يوم بالزبط الأهل هيلع فيهم سبع مباريات سبع مباريات مهمين في 24 يوم يعني تقريبا كل 3 يام وساعتين 3 مباراة مش هتلحق يا دوب تريح وتلعب على طول يوم بكرة 22 فبراير الأهل مع مصر المقاصة بعدها بتلات يام الأهل مع ساندونز 26 فبراير فرقه مع الأهل واحد مارس يعني 26 فبراير 27 28 واحد مارس الثالث يوم على طول واحد مارس مع فرقه 5 مارس مع المريخ السوداني الآلي مع بيرامدز 8 مارس ساندونز مع الآلي 12 مارس المريخ مع الآلي 18 مارس يعني ساندونز 12 مارس في بريتوريا ترجع الثالثاشر تلعب يوم مع المريخ يوم 18 أنا بتكلمك وممكن تبقى 11 مش 12 كمال ساندونز يعني سفرية مش تقليدية يعني انا بنتكلم على تغيير الأجواء تغيير المناخ، السفر، الترحال، توضيب الشنط، ركوب الطائرة، المسحات، النزول من الطائرة هذا كله حمل بدني وزهني وتغيير في الأجواء وتغيير في الهدف من مصابقات محلية بس وإحنا بنقايم بقى نكون وقتين بالنا من هذه الضرور إحنا هذه مش حجة الأهلي دايما يبدو القصارة جاهدة طيب ويسأل